أكد وزير الموارد المائية ورية هاني سويلم أن مشروع مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتين الساحل الشمالي ودلتا النيل يعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ باعتباره نموذجا رائدا في استخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة في أعمال حماية الشواطئ وخلال أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب ضمياط وأعمال حماية الشواطئ بمدينة ضمياط الجديدة أكد وزير الرئي أن الوزارة تقوم بدراسة التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة حيث يتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز التكيف ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الطرع